اكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حرص اللجنة الأولمبية على مد جسور التعاون والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية لتعزيز مسيرة الحركة الأولمبية جاء ذلك لدى استقبال سموه نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السيد نجم يانج ورحب سموه بنائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية مشيدا بالدور المهم الذي تلعبه اللجنة الأولمبية الدولية في الارتقاء بالحركة الأولمبية وتعزيز القيم الرياضية ونشر مبادئ الفكر الأولمبي عبر مختلف المبادرات والأنشطة الرياضية وفي مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية ودورة الألعاب الأولمبية للشباب والعديد من البرامج الأخرى وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن اللجنة الأولمبية البحرينية تعمل جنبا إلى جنب مع اللجنة الأولمبية الدولية وفقا للمثاق الأولمبي الذي يعتبر دستور الحركة الأولمبية مؤكدا حرص المملكة على فتح أفاق التعاون الثنائي بين الطرفين بما يخدم مسيرة العمل الأولمبي متمنيا للجنة الأولمبية الدولية التوفيق والنجاح بدوره توجه نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال مشيدا بالتطور الكبير الذي تشهده الرياضة البحرينية في ظل الدعم والرعاية التي تحظى بها منوها بالإنجازات الأولمبية والأسيوية التي تمتلكها البحرين متمنيا للمملكة دوام التقدم والرفع والازدهار